السلام على الرؤوس المشالات السلام على النسوة البارزات السلام على الأجساد المقطعات وانعى الحسين واخصص مصيبته وانعى الحسين واخصص مصيبته وعز فيه نبي العرب والعجم إن الحسين لا قرد وقضى بجانب النهر لهفان الفؤاد ظميه وصحبه صرعى ونسوته وصحبه صرعى ونسوته سبايا كسب الروم والخدم كل تلود بأخرى خوف آسرها كل تلود بأسم أخرى خوف آسرها خوف لذا كل تلود بأخرى خوف آسرها حتى إذا صرن في أيدي العدات وقد مروا بهن على القتلى مطرحة أجسامهم في جنب مصطلميه وقد رأت زينب جسم الحسين مروا بهن على القتلى مطرحة أجسامهم ما بين منعفر في جنب مصطلميه ومذرأت زينب جسم الحسين على الرمضى خضيب النحر والمميه عار اللباس قطيع الراس من خمد الأنفاس في جندل كالجمر مصطلميه ومذرأت زينب جسم الحسين على الرمضى خضيب النحر والمميه شلون شافته آه قطيع الراس من خمد الأنفاس آه في جندل كالجامر مصطلميه ألوت عليه إحدى اليدين على الأخرى إيش سوت زينب شبت شت على جسد تعرف ذاك الوقت الحسين جثة بلا راس قد هشمته حوافر الخيول شلون زينب بأي موقف شلون من قلب زينب سبحان الله زينب تستطيع أن تشوف أخوه أولا أما تعالي تقول ولا شوف أنك مطبر اليوم لا ألوت عليه إحدى اليدين على الأخرى سبحانه وتدعوه يا ذخري ومعتصمي أخي فقدت كفقدان الربيع فما صبري مطيعي وما حزني بمنصرمي وتارة تستغيث المصطفى جداه يا رسول الله وتارة تستغيث المصطفى ولها قلب خفوق ودمع في الخدود حمي جداه يا رسول الله لا والد لي ولا عمه هاي صوبك هاي صوبك جداه يا رسول الله لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخون بقي أرجوه ذو رحمه أخي ذبيح أبو علي ذبيح حسين ذبيح ورحلي قد أبيح وبيضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي لله 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 درك أيها الشعر كأنك قد أيقضت قلب المؤمنين كلهم سيما أنك نكأت قلب الحسين بها البيت يا رسول الله يتقول لا والد لي أبو علي ولا عم ألوذ به أبو علي أبو علي أبو علي عليل من بشكبالي في طرق قلبي ودلالي تقل أخو يا بناتك مرمرني عطاشا ويردني الماي مني هذا تصيح عمه وين عمي هذا تقول فارقني ابن أمي إيه أبو فاضل صحيات أنا مني أنا أبو فاضل أجيبه والله وراوي حال اختال غريب ولي أنا مني أنا أبو فاضل أجع دايا وراوي وركب جفوف فوق زنده تدري أبو فاضل غرباء والأخت تترقب أخوها لأن الأخت تستند على أخوها حما حما أبو فاضل وهو الكفين صحات صحات من تلي جبتني يا أخو يا حبي داك ركبتني يا الل … يا شب دايرة الغرباء غفتني والله الكف אנחנו لا يا شب دايرة الغرباء غفتني آه الحرم إذا كان عندها أخوان الغريب يهبها وبالدهر ما تنهان صدق هم صدق زيانة بتطب ديوان صدق زيانة بتطب ديوان ويزيد الرجس جالس يشتم دمعت عتب بعيون يراع الجود شفت موقف ويا راتك جنت موجود يا راتك يا راتك جنت موجود اشفاف حسين كانوا يضربوها بعود والله شفاف حسين كانوا يضربوها بعود شفاف الجان جد الهادي التمهن خويا خويا أكو موقف يا خويا هواي ما ديني خليني أسالف يا بفاضل خويا خليني أكو موقف يا خويا هواي ما ديني أكو واحد يجاني وسطر عاني وصارت عان أختك مثل عان ومهر أسالف يا خويا أسالف لك لو بعد كافي لو أقلك اش سوى العطش بش فافي يا أقلك اش سوى الشمر بش تافي لو أقلك اختك اش ألمه قلبي يا بفاضل اش كتر عالمه أخاف بحشي يا خويا والش ملهامه أكو واحد قال يريد اسكين خدامه أكو واحد قال يريد اسكين خدامه يا بفاضل اختك الأملاك تخدمه أخويا الشام والله صعب تفسيرا مشي تدروب وحيرة والله ما مثل حيرة آه مشي تدروب يا خويا وحيرة ما مثلها بعد حيرة عباس لخته انهض يبو الغير والله عباس انهض لختك يبو الغير آه أخذت الناس تشاور على زينب من درب إلى درب كلهم يشاورون والله تامي 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 اجاتك يا خويا وتتراج فعضي اي والله تتراج فعضي اجاتك وعلي الناس تامي يعني تأشر علي تامي يقولون هاي اخت البطل والله يقولون هاي اخت البطل والله يقولون هاي اخت الشهيد الماشير يقولون هاي اخت البطل ولكن الامر لله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي من قلب ينقلبون ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين طيب وافاكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الأديان السماوية السابقة تشترك مع دين الإسلام بل كل الأديان التي مرت على البشرية فيها أصول ثابتة فيها تفريعات مختلفة باعتبار أن هناك ظروف معينة تحتم بعض الأحيان أن تصدر من الله تمارك وتعالى طبعا هذا الحتمية ليست على الله وإنما لمصلحة العباد تحتم بعض الأحيان أن تكون هناك تشريعات معينة كتحريم شيء معين في فترة معينة مثل ما أنه حرم في فترة معينة لحم معين على قوم من بني إسرائيل في فترة معينة هذا وارد تماما وهذه صبغة الدسانتير هذا الشكل إذا تسوي دستور معين تلحظ ثلاثة أشياء تلحظ قيادة وتلحظ قانون الناس يعملون به وتلحظ أيضا أناس شنو الآن يقبلون شنو ما يقبلون شنو مصلحتهم شنو ما مصلحتهم وهكذا أكو ثوابت معينة ما تتخطى هذه الثوابت إذا ما تطرحها يفسد الدستور كله ويفسد النظام كله الثابت الأولى الموجودة بين الأديان هي توحيد الله تبارك وتعالى أن الله واحد لا شريك له ليش؟ لأنه أي دين ومعتقد من الله تبارك وتعالى لازم يوافق العقل من جهه ويوافق فطرة الإنسان من جهه أخرى والمقصود من الدين جذب الناس إلى الله تبارك وتعالى والعمل بطاعته والعمل بأحكامه إذا ما صار من البداية توحيد الناس يتجهون لمن؟ يتجهون للذات الأولى أما أن هناك ذات أخرى حاشة فيتجهون ناس لها أي مشكلة؟ خلاف العقل الشرك خلاف العقل ليش؟ أكو قانون يسمونه قانون النظوم وهذا من أروح القوانين وهو أيضا بسيط تماما في حال التدليل يصير بسيط تماما شلون؟ تنظر إلى شمس إلى قمر إلى كواكب إلى كذا كرة أرضية وأشجار وهذا ماذا تلحظ؟ يقول ألحظ شمس وقمر وألحظ كرة أكو نجوم موجودة الآن هذه النجوم يقولون ماكو ناجم وكوكب وهو هذا الكوكب يسمونه نجم وكب في الإصطلاحات الفلكية الحديثة لكن في النهاية يقول أن هناك نظام معين يضبط الشمس ما تصطدمه يا القمر ينضبط الشمس ما تصطدمه يا الكرة الأرضية أكو نظام هذا النظام تلاحظه حتى في حياة الإنسان شلون؟ قال شوفها الآن موجودة الحياة وموجودة حيوانات مفترسة عزكم الله موجودة حيوانات أليفة وهذا يأكل من هذا وهي تقوت من هذا وهذا كذا وأكو حيوانات نأكلها وأكو حيوانات محرمة إلى آخرة حالة من الإنضباط يقول شيء للإنسان ستجد أن الطبيعة تتوازن لوحدها أكو نظام في الطبيعة يوازنه شلون يعني يجون يوم من الأيام كان هذا في اليابان وسوّوا يعني مجال كبير أراضي شاسع زرعوها لما انزرعوا هذه الأراضي وطلع الزرع شافوا أن مجموع كبير من العصافير والطيور يجي تاكل فقالوا إحنا الآن هذا خسارة لازم نمنع هذه العصافير ولازم نعمل على يعني منع هذه الطيور حتى لا تفسد لنا المحاصيل سوّوا لهم أدوية كذا بحيث أنه أي طير يتقرب يموت يتقرب فيبتلي ما يقدر بعد صاروا يقتلون مجموع كبير من الطيور قطعت الطيور إلى حد ما عن الزراعة شنو اللي صار اللي صار شافوا أن الأسمدة تخرج منها بعض الديدان تأكل المحاصيل أكثر من الطيور وأن الطيور يجي تأكل بعض المحاصيل لكنها تأكل أيضا الديدان الموجودة من الأسمدة هذه فتشوف أنه العقل بروحة يبرمج نفسه تماما والفكرة تنضبط تماما أن الله تبارك وتعالى خلق هاي عصافير حتى يوازن بها شيء معين في أرضه خلق حيوانات مفترسة ليس حتى على أساس تعالى أنه اعتباطا من خلق الله تبارك وتعالى في هذا الوجود اعتباطا ومجرد له لا لا كل شيء خلقه بمقدار ولذلك الله تبارك وتعالى وازن هذه الطبيعة يقولون هذا النظام هو يحكم هذه الطبيعة بكلها هذا النظام واحد ولا ثنين واحد نظام واحد مستحكم القفضة جاذبية معينة ونظام واحد كله على تفريعاته وشكلياته لكنه نظام واحد يدل على وحدة المنظم القرآن يجي يطرح هذا المعنى يقول لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدته في آية ثانية شنو يقول لذهب كل إله بما خلق كان هذا النظام وهذا النظام غير يقول الإمام الباقر سلام الله عليه لو كان هناك آلهة أو إله غير الله لجاءتك رسله ولا رأيت آياته لا رأيت آياته ما ممكن أنه أنت لا ترى الآيات الله تبارك وتعالى واحد لا شريك لخلق هذا الخلق فدل وحدة النظام على وحدة المنظم وهو الله جل وعلا ولذلك يجي أن الله تبارك وتعالى أحكم القفضة السماوات والأرض مطويات بيمينه وهو الذي يصرف الأشياء لكن جعلها ضمن مسببات على أساس أن هذه المسببات لا تجعل للإنسان مدركا بأن الله تبارك وتعالى سيره كما يشاء ولذلك الأنبياء هكذا زين صار الإقتتال من البداية وصار أن الأنبياء يعانون الأنبياء أرسلهم الله لهداية الناس بينما هناك خط آخر يحرف الناس وإذا جينا إلى لملة هذه المقدمة راح تشوف بأن الله تبارك وتعالى حشد الأنبياء وحشد المؤمنين حتى يدافعون عن جهة الخير وجهة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بينما تحشد إبليس ومن لف لف إبليس على مر الإنسانية يدافعون عن الشر الشر من نشوفه؟ رجال اسمه شر ونمشي هالشكل الشر مو هالشكل الشر أن يعمل إنسان على أذية الآخرين أن يسلب الآخرين أن يظلم الآخرين أن يسرق الآخرين أن يتعدى على الآخرين أن يمنع الآخرين من حكوم إلى آخر هذا كل شر هؤلاء هاي المجموعة التي يقولون في القاف من قابيل جاءت تدافع عن نفسها حتى تقتضم من الدنيا تأخذ من الدنيا وتأكل من الدنيا وتعمل في الدنيا لأجل الدنيا وللسيطرة على الدنيا لا يهم has men نس ماتتesta ناس أكلت이라 نس كربت Machine نس Mack لذلك لا يؤمن لديك الواحد لن ينضج سريعا في هذاب المعنى لازم ينضج سريعا من لما يصير عمرك أنه أربعين سنة إلا وعندك خبرة مال ثمانين سنة ليصير عمرك عشرين سنة إلا بصير hace عندك خبرة مال أربعين سنة ليصير عندك سن أربعين وثمانين سنة وازم بعضك تبحث لا 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 من البداية ابدأ نضج روحك اكو ثلاثة اشياء في هذا العقل موجودة انا لسا ما بحثنا فقط امر علي سريعا تيه اشياء موجودة علميا ثابتة ان هذا العقل لا يقبل الفراغ شلون لا يقبل الفراغ يعني هذا دائما شغال حتى لو انت نايم عقلك شغال صور انت نايم بعد عقلك شغال لا تقول عقلي راح يضج وراح ينشح المعلومات العقل ما ينشح المعلومات لو لا يمت لك ما لا يمت من ملاويين المفاهيم داخل ما ينتهي تنسى وتروح ويجي والذاكرة اكو عقل باطن اكو عقل ظاهر هذا مو يعني عقلين هو العقل في جزء من المفكرة ميموري تحتفظ بهذه الحقائق متى ما صار في مناسبة طفرت هذه الاشياء والمعلومات من العقل الباطن اليك وهكذا اذا العقل لا يقبل الفراغ العقل لا يقبل شنو اتصادهم يعني لا تجيب اشياء متناقضة واشياء ضد وتقول للعقل تعال اقبلها ما يقبل ما يصير يتقول له انه واحد زايد واحد سوى اربعة يقولك العقل ما يصير انت بتركبها زور غصوب لا يقبل العقل شيء الثالث انه هذا العقل كل ما شغلت اكثر كل ما انه صار اشد في فهم الحقائق لا تقول العقل بيتعب انت تتعب جسمك يتعب عيونك تتعب عيونك كذا كلها يتعب لكن العقل نفسه يتعب ما يتعب العقل ولا يمتلئ العقل ولذلك اطرح عقلك في فهم قضايا وفي فهم الحقائق وافهم ماذا يجري من بداية الحركة الانسانية الله تبارك وتعالى انزل قانون والزمك بالعمل به اما ان تعمل بقانون الله واما ان تعمل بقانون ابليس متى من حرفت عن الله انت مارك واحد يقول انا اريد اعبد الله لكن صوم وصلاة وهذا ما يصير بس خلونا نعبد الله شكل لكن بدون صوم وصلاة وتعال وقراية وما ادري شنو كلها العفسة هذه نفر واحد بالله عليك كل هذا يسويها لا لا هناك مقدمات حتى وتتعرف على الله هناك مقدمات حتى تحب الصلاة وتعشق الصلاة هناك مقدمات حتى انت تستأنس بعبالة الله شنو هي المقدمات ان تروض نفسك وترويض النفس شلون ترويض النفس لا يأتي الا بحبي الاولياء وعلى رأسهم محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الآن شلون هذه الحقيقة تحضمها تماما شوف بانه انت نفسك تميل الى الله ستجد انك تميل الى علي ابن ابي طالب ليش لأن علي ابن ابي طالب تلبس بالكمالات التي يحبها الله فانت تحب الله تبارك وتعالى تشوف نفسك منجذب الى علي ابن ابي طالب منجذب لرسول الله منجذب الى الحسين لأن الكمالات تجذبك من علي ابن ابي طالب لكن تعال حب معاوية لهانين مشكلة لا ي прекرضه تعال حب فلان أنا هذا قلبي ملك لله مو كيفي تعال أنا أحب فلان ولا ما أحب فلان أخوه يعني أنت بتعصر قلبك هالشكل وتكتب عليه تعال الحب فلان ولا أحب حج فلان ما يصير هالشكل في مبحث رائع في حب الله تبارك وتعالى كيف يتعرف الإنسان على الله تبارك وتعالى كيف يعشق الله أكو ثمانية يعني ثمان نقاط وثمان رتب أولها الحب هذا أولها بعدين العشق بعدين التايم بعدين التاية بعدين الفناء الجزئي بعدين الفناء الكلي بعدين الصعق بعدين المحق لا تجد نفسك أمام الله ولا تجد رغبة في قلبك لغير الله بعدين يصير عندك هكذا كل ما يريده الله أنت تريده كل ما يكرهه الله أنت تكره هذا اللي يقول في فاطمة الزهراء يرضى الله لرضاها لأنها لا ترضى إلا لما يرضاه الله يغضب الله لغضبها لأن الله يعلم أن فاطمة لا ترضى إلا لما يرضاه الله لا تغضب إلا اتصير بعدين هي 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 اتصير فاطمة الزهراء كأنها منقادة مطيع لله في كل أمورها الشيء يصير بعدين ولذلك الأولياء هذا مشروعهم مشروع الله وأصحاب إبليس والظلمة مشروعهم مشروعه شنوه مشروع أعداء الله وهكذا القتال بينهم من أول الدهر إلى آخره نجي إلى وين الآن؟ نجي إلى موقعك أنت أنت ماذا تكون؟ جالس فيما أنت من الحسين يعني شنوه؟ يعني مؤيد للإمام الحسين حتى لو لم أقلت يا حسين حتى لو لم لا أطمت على سطرك أنت لك رغبة أن تلطم عسين أنت لك رغبة أن تصيح لك رغبة أنه تطلع الدموع لك رغبة كل هذا إليك رغبة لكن أنت ما قادر لا قادر التعبّر عن عواطفك يا الإمام الحسين حضورك في الماتعة بس وجودك تأييد للإمام الحسين نعم إذا طالت برة وسويت ما إعصية ذاك الوقت يقول لا لا هذا مو يا الإمام الحسين هذا غير هذا في موقف ليس من أنصار الحسين ولذلك أنت تلتفي تماما هذه الحرب لن تنتهي الحرب ما راح تخلص إلا أن يكتب الله لصاحب العصر والزمان ذاك الوقت وأن الله وعدم ليستخلفنهم في الأرض هذا أمر غير لكن الحالة الطبيعية أن هناك صراع يدور وهذا الصراع أشوف كل واحد يحشم أنصاره وكل واحد يحشد يعني أتباعه وهذاك بعد يحشد الحسين يحشد حبيبنا مظاير ليش؟ لأن يعرف حبيب كبير في السن وإذا جكربلا ما راح يقتل لألفين ثلاثة لكن حبيب لن يخذل الحسين لكن حبيب راية من الرايات التي يجب أن تبقى حبيب كبير في مقامه وكبير في وجهه وكبير في شيبته وكبير في صحبته وكبير حتى بين قومه وغير قومه يجي اللون حبيب إذا يجي كربلا وصارت شخصيات مناصرة للحسين كحبيب نعرف تماما من الذي يلتف حول الحسين ومن الذي يلتف حول عدو الحسين ويزيد لكن نعرف تماما نحن مع من؟ نحن خطنا مع الحسين وكل من كان مع الحسين نحن وياه وكل من كان ضد الحسين نحن وياه أنت في النهاية هذه محصلة الصراع قلت بهذه الطريقة قلت بطريقة وتقول أنه يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما تجد أن يحيا وزكريا ومريم وهؤلاء أين يكونون هؤلاء في خط الله وفي خط الأنبياء والأنبياء كلهم إبراهيم وإسماعيل وإيهونس وكلهم وين يروحون دولة؟ دولة كلهم في خط الله والآخرين اللي كانوا ضدهم في خط ماذا؟ في خط أعداء الله وفي خط محاربة الله عز وجل وإذا كان بهالشكل تعرف بعدين أن الأنبياء مشروعهم مشروع محمد صلى الله عليه وآله مشروعهم مشروع رسول الله لهداية يعني شنو المطلوب منك في الدين؟ أن تطيع الله وشنو مشروع رسول الله أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي عن نواهي الله تبارك وتعالى الآن صار مسلم صار أنه نصراني صار أنه يهود إحنا شوية يهود عندنا حساسية بيها لكن هنا في أصلها تعال أنه يهود ودين طبيعي لكن مو صهينا صهينا غير دولة هاي يطلعون برة في البحث مو ياهم الكلام في أن أنا الآن أعرف أن هؤلاء يعني المؤمنين من النصارى المؤمنين من النصارى في صف رسول الله المؤمنين من الأديان السماوية كلها في صف رسول الله جاء الله تمارك وتعالى بخاتمية الرسالة بكلها يختمها بمحمد صلى الله عليه وآله ليش؟ لأنه ما يوجد شخص أليق بأن ينزل القرآن عليه إلا محمد ما يوجد شخص ممكن أن يرث علم الأولين والآخرين إلا من؟ إلا رسول الله ولا يوجد شخص أفضل من علي بن أبي طالب يرث النبي ولا يوجد شخص كالحسن والحسين ولا إما وصاحب العصر والزمان ما كأليق منهم في وراثة علم رسول الله وأن يكون ورثة محمد وآله محمد الله صلى الله وآله محمد وآله محمد إجي الكلام أنه إحنا ليش أدخلنا مسألة أنه وفاة مريم في عاشراءنا وليش أدخلنا النبي يحيى في عاشراءنا ومصائبنا ورزائنا هي مخصصة لأهل البيت الحسين سلام الله عليه وأهل البيت إجت وفاة الإمام الحسين إجت وفاة رسول الله فأدخلناها لكن الآن هل أنه سلو غريب لا لا أمرين الأمر الأول إحنا إما أن ندفع بهذه المناسبة إلى النسيان خلاص لو ما شيء عبعد يذكره هنا أحنا نذكر الإمام الحسين وبعدهم يقولوا من هو الإمام الحسين نذكر الإمام الحسين وهم يستغرقون من هو الإمام الحسين يعمل يا مركب ذكر واحد ويانا في السيارة وطلعنا من المدينة إلى مكة كنا راجعين على أساس أن نتم أعمال معينة واحد من الجماعة اللي وياننا طاف والظاهر عنده مشكلة في الطواف وسكت إلى أن وصلنا المدينة راجع حين بعد لمكة ويسوي للأعمال وراجعها الشكل غير بلاء غير مصيبة إزين فعلى كل حال طلعنا خوش ولد يعني إنسان كل شيء يستاهل فقلنا خلاص أنا أطلعوا إياك طلعنا ويا ركبنا بهذه السيارة إيانا واحد مصري فقال أنت شيعي قلت لي والله لو يقول لك أنا مو شيعي لا تصدقهم يبين من وجهه الشكل الشيعي يبين من وجههم ما يحتاج تعال فلان لو تقول لي شيعي ولا مو شيعي عندنا جواز ما عنده شيعي مئة بالمئة منتهي الأمور مختومة يعني سيماهم في وجههم خلاص انتهت الأمور شوية قال أنت شيعي قلت له شيعي صحيح ولو يقول لك واحد أنا مو شيعي لا تصدقه قال زين أسألك سؤال تفضل قال إحنا نعرف أن علي بن أبي طالب طلع بخيل وصار يمشي وأطلق الخيل يعني تجري مرة واحدة ما شافوا بعدين ما رجعوا ولذلك ما يدرون قبره في النجاف ولا غير النجاف ولا كذا ما يدرون لعجيب خد التاريخ اللي عندك قال لي قال لي عرف أن علي بن أبي طالب طلع على خيل وطلعوا ما رجعوا ما يدرون من راح هاي شي سويا والله عليك فقلت له على كل حال فعلا هذا الكلام صحيح لأن دي كل الأيام الخيول كان فيهم ريموت كنترول وهي ريموت كنترول أمير المؤمنين نسر ريموت كنترول وتورط فحن كل ما بيلف الخيل هاي شي كلمات لف هاي شي كله وراحت وهو ضاعوا وياها شي شلون تحجي علي بن أبي طالب يواجه جيش بأكمله تقول لي هرب بفرسمه شنو هذا الكلام من اللي يجرى أنه يجي قدام علي بن أبي طالب أنت تقارئ تاريخ ولذلك ضاع التاريخ والآن فما بالك به المناسبات هالمناسبات لنا فيها مأربين المأرب الأول قضية التشبيه ماذا يجري لأولياء الله نريد نعرف الناس أن يحيى ترى قتل قتل فضيعه وأن بني إسرائيل مثل ما ذكرهم القرآن قتلون الأبناء الأنبياء وأبناء الأنبياء ويستحيون نساءهم بعد بهذه الصورة يعني أرذال عزكم الله إلى أبعد الدرجات هذول ننسوا إياهم نريد نعرف الناس ترى لا تستغربون قتلوا الإمام قتلوا الإمام الحسين وسبوا ذراء رسول الله ترى حتى من قبل والقوم أبناء القوم وأن هناك سلو للشيطان لا يرعوي في أولياء الله ما يهم هذا نبي ما نبي هذا أولا الثانية أن نطرح ثقافة المشكلة أنه هي مناسبة ضيقة وما كو إلا أنه بالحسيني وبالرتاء وكذا ما يضل وقت وإلا هذا باب رائع يعني وفاة النبي يحيى باب جدا رائع حتى الكل يقرأ عن النصارى وشنو هي نصارى يعني تعرف بأنه الإنجيل الإنجيل طبعا كتب بعد ستين سنة من قولهم صلب المسيح ونحن نقول أنه ما صلب رضا الله ستين سنة فما يضمن أنه صحيح وهذه دائرة المعارف البريطانية هي التي أقرت هذا شلون صار أن أربعة متى ولقى وكذا يوحن جمعوا هاي الأناجيل وماذا قال النبي عيسى سلام الله عليه وشلون صار كذا بعد ستين سنة كتبت هذه الأناجيل شل يضمنها الشيء الثاني أنهم كانوا يتكلمون بالعبرانية تحولت إلى الإنجليزية بل أنه تحولت إلى اليونانية بعدين الإنجليزية بعدين العربية أربع مراحل فإلا اسمه الآن يعني عندي اسمه داود هو شنو اسمه هناك داود سلمان هناك سلمان عندي أنا هناك عنده وشلو بلوة غربان المصائب بل أنه تعرف الآن تحور هذه النبي صلى الله عليه وآله شنو اسمه في الإنجليز في براقليط وفي بريقليط أبرانقليط غير الآن غربان لذلك إذا تروح وتبحث في الإنجلي وتبحث في هذه المضان ستجد حقائق تذهلك ستجد أن العرفاء من القوم اللي يعرفون تماما لذلك بعض القنوات مخصصة لشرح الإنجلي هذا المهتم يقعدوا يهوه إحنا ما نريد أنه هذه المناسبة بس حتى أنه نذكر الإمام الحسين وإن كانها شيء جيد شيء مطلوب لكن افهم تماما أن هذه المناسبة فرصة جيدة على أساس أن نطرح ماذا جرى في الآونة المتقدمة وشنو هذه الحقائق وماذا تعني يعني مثلا الآن طلعوا من العبرانية إلى اليونانية إلى الإنجليزية إلى العربية وتحرف براقليط يعني شنو يعني المحمود الممدوح الصفات لكن براقليط يعني شنو من الحمد ومن الحمد يعني أحمد زين أحمد شيء للألف خلا بيينها لك شيء للألف حمد يعني النبي صلى الله عليه وآله لما يقول لأحمد شنو يقصدون يقصدون كثير الحمد الإسم أحمد من كثرة الحمد فالله تبارك وتعالى اشتق لمحمد صلى الله عليه وآله من كثرة الحمد إسمع ليش لأنه أفضل من حمد الله محمد وأكثر من حمد الله وأفضل وأروع من حمد الله وعبد الله وعرف الله هو محمد صلى الله عليه وآله أحمد زين محمد شيء للميم صارت حمد بدون الميم صارت حمد هناك شلت الألف صار حمد هنا حمد حمد يعني شنو حمد وحمد لما يقول كسر وكسر أشد صيغة المبالغة وإحنا نقول الشدة وإحنا نقول كذا ولذلك هاي الأناجيل وكذا إنما طرحت على أساس نعم الأناجيل غير صحيحة في يعني كثير من المغالطات فيها ليش لأنه صارت قضية وهي القسطنطينية وصارت أنه فيها كنيسة جمع والمصاحب كلها وبعدين صار حكم إعدام لكل من يقول أن الله واحد واللي يقول أن الله ثلاثة خوش رجال هذا مؤمن تالي تورطه وقاله ثلاثة ما يصير قاله الثلاثة في واحد والواحد في ثلاثة حلها الآن هذه المصيبة شلون الثلاثة في الواحد وحد أكو دليل عندهم وكذا وبالضوء وهذا يروحون إلى بلاوي بعدين في النهاية الآن أكثر النصارى الآن في العالم صاروا ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة بعدين وصلوا إلى هالقضية أن الله روح تلبس في عيسى وروح تلبس في عيسى وهذه عليه إشكالات وبلوي مصايب زين الروح لما وهذا زكريا كان متقدما في العمر وهو نبي من أنبياء الله عند ابن عم أو قريب اسم عمران وهذا زكريا وهذا عمران واثنين هم أنبياء زوجة عمران حبلة وعلى وشك ولادة الله تبارك وتعالى اختار عمران فتوفي زكريا أخبر الناس أن الله قال سيأتينا احنا آلة الأنبياء وزكريا سيأتينا غلام يكون نبيا غلام يكون نبيا شيء وإذا ولدت أنثى اهني الناس كذبوا تكتن أنه بجين ولد ما قلت أنه بجين بنت ش اللي صار قال والأنبياء لا يكذبون وصار التشنيع على زكريا سلام الله عليه بينما مريم تنشأ شيء فشيء ودخلت المعبد وكانت كما أراد لها النذر أمها أن تكون خادمة في المعبد مع مرور الوقت زكريا شاف عندها طعام وين جبت أنالك هذا قالت هو من عند الله من وين جيبنا من عند الله وهو ما أكو واحد يدخل إلا هو عليها وفعلا ما أكو إلا جبريل يأتي لها بطعام من الجنة لكثرة عبادتها لما أنحملت بعدين من دون رجل ومن دون زواج إهني اشتدت التهم عليها لكنها لما أن أنجبت قديسا كعيسا قلبت الدنيا وما فيها صور كيف الآن البلاء أنك نبي وستكذب بين الناس وأن هذه العفيفة الطاهرة ستلد من دون زوج وستتهم بالفاحشة تقدر تصبر حتى نشوف أنه لأي مستوى تصل اجي إلى نبي الله زكريا قال أنا الآن هاي تترع راع مريم قدام عيوني وأشوفها وأنا خاطر في ولاد اللهم ارسقني ولاد كذا كذا لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين ما أكو بعد إلا أن الله تبارك وتعالى خاطبه طرش للملائك قال راح نعطيك ولدك لكن ثلاثة أيام لا تكلم الناس ثلاثة أيام ليش الله تبارك وتعالى يقول اقضي هذه الفرحة في العبادة وترك الناس يقولون ما يقولون ما عليك منهم زين جاءت الملائكة تبشر الزوجة قالت لها أنه فعلا ستلدين قالت ألد وأنا عجوز عمرها ذاك الوقت يعني أكثر من سبعين إلى ثمانين وبعضهم يقول تسعين سنة وتسعين سنة تليد مصيبة ليس سهل هذا حتى علميا صعب لكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون وفعلا صار حبل وولدت بيحياء الآن الله تبارك وتعالى يريد يراوي زكريا هذا الولد الخير اللي أنت تريد أنه تريد بارا بوالده الحين نشوفه وإذا به يطلع عابد ويطلع من أفضل الناس ويطلع في مقام الاختيار في النبوة ويجي حدث الناس ويصير أزهد الناس لكن شاب فاحشة هيريدوس هذا كان ملكا آنذاك وما كمنا إلا أن هيريدوس من زود يعني هذا من الناحية الثانية اللي نقول عليهم من أهل الشيطان وإذا به يصل به الأمر إلى الزنا يعني أمام الناس يعني يفتخر بالزنا أمام الناس فأعجب ببنت أخته هيروديا ولما أن وصل الخبر إلى يحيى وقف أمام الناس واستنكر عليه ورفض هذا الشيء قال هل تزين محارم ولا يجوز أما كان منها إلا أن أمرت قالت أنه إذا تريد أنه تنال مني ائتني برأسه طلع الجند وزحفوا إلى المسجد فدخلوا إلى المحراب وهو يصلي واقف يصلي فقتل في محرابه وجرت الدماء وشالوا رأسه في طست فجيئ به أمامه لكن شاف شيء عجيب هذا مثل مثل الحجاج الحجاج كلما شاف الدم يستانس يطبل على الموضوع كل شيء يرتاح لكن سعيد بن جبير من قتل صار فيه صار الدم ينزف 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 منه كلما يوقف وصارت بركة من الدماء فروعه المنظر شوف الله يضربه من أين من حيث أنه يريد أن يستلذ هذا الرجل يريد أن يشوف رأس يحيى ودماء يحيى وإذا بالدماء تغلي داخل الطاست يريد تهدأ ما هدأت روعته وروعت هذه هيروديا إلى أن صار شنو إلى أن جاء نبوخة نصر هذا تقريبا بعد سنين ولازال الدم يغلي أمامه حتى قتل منهم سبعين ألف اللي اشتركوا كلهم والجيش كل اللي وافق على قتلي يحيى سلام الله عليه حتى هدأت الله تبارك وتعالى رسل المختار وإن كان غير معصوم في الواقع لكن أنجز المهمة الإلهية بأن روع قتلت الحسين لأنهم روعوا قلوب أهل البيت وفعلا نال منهم بمشيئة الله قتلهم شردهم لكن رأس الإمام الحسين وين روح مثل ما جابه رأس يحيى بطست وإذا جايبين بعد رأس الإمام الحسين في طست ما ك وقت بعد بس أستعرضهم سريعا إلى تسعة آراء في رأس الإمام الحسين أين هو الأول أنه في دمشق لكن ما يدرون في وين دمشق والرأي الثاني في الشام وهذا أكبر من الأمر كل إذا نحن في دمشق ونحن مراضين الرأي الثاني في الشام كله في دمشق عند باب الفراديس وهذا باب يعني من الرومان قديم كذا فدفن عنده هذا رأي الرأي الثالث أنه أخذ إلى الكوفة فدفن فيها ولا دليل عليه الرأي الرابعين إلى النجف شايف الآن مسجد الحنان الموجود هناك ولماذا أخذ إلى النجف قالوا حتى يدفن عند أبيه الرأي الخامس وين قالوا في المدينة عند أمه زين قبر فاطمة ما معلوم أنها بين البقيع أو بين المنبر والقابر الشريف يقولون أنه سعيد لعله محمد بن سعيد استقبله فدفنه في البقيع وهذا كلام أيضا ما أكو دليل عليه خصوصا أنه عندك الإمام زين العابدين عندك زين عندك سكين عندك الرماب كلهم دول ما ذكروا الإمام الصادق الباقر أهل البيت كلهم ما ذكروا أن رأس الإمام الحسين هناك قالوا في مصر مصر في وين في مصر قالوا مصر راح تشوفون الآن في القاهرة في الواقع هذا مو قبر الإمام الحسين أكو قول ضعيف لا يعتمد عليه أنه حسين ابن حسين ابن حسين أحد أحفاد الحسين لكن هذا أيضا بعيد إذن شنو الموجود في مصر قالوا الموجود في مصر أن رأس الإمام الحسين لما انطلعوا من كربلة بعض الأحيان يخلون على رمح طويل بعض الأحيان يخلون في صندوق ليش لأن بعض الأمصار قاتلتهم فقالوا بعد ما أكو بعد تخلون الآن على روح طويل يسرق رأس الإمام الحسين وما ننال الجائزة فما أكو إلا أن يوضع في صناديق بعض الأحيان بقية الرؤوس في الشام دفنت لكن رأس الإمام الحسين قدم على يعني في طاست أمام يزيد مغطة وين صار هذا الآن قال لما أن وضعه في صندوق من الصناديق إجت الدولة أربعمائة وتسعة واربعين أعفون خمسمائة وتسعة واربعين خمسمائة وتسعة واربعين بالتحديد في هذه السنة أخذت الدولة الفاطمية تبحث عن الصناديق التي أخذت رأس الإمام الحسين حصلوا اللي شالوا في رأس الإمام الحسين وين في فلسطين في عسقلان فطرش واحد من وزارة هذا اسمه زريك وهذا زريك يعني واحد يقولون طلائع بن زريك نعم طلائع بن زريك كان عالم وكان فقيه وكان شاعر وكان أديب يعتمد عليه قال له روح شوف راح ويبحث يبحث لا أن وصل إلى عسقلان فوجد الرجل اللي عنده الصندوق قال له انت عندك الصندوق اللي في رأس الإمام الحسين قال بلى قال أريني فراوى الصندوق وإذا بدماء الحسين لا زالت تغلي ذاك الوقت شوف من متى إلى متى من ستين إلى خمسمائة وتسعة واربعين كان لا زالت من الإمام الحسين يغلي بداخل الصندوق يقول هذا قطرات سقطت من نحره الشريف سلام الله عليه قال له عطنا الصندوق روح ندفن قال له ما أعطيكم إياه هذا صندوق ملكي قال له نعطيك شقد من الدنانير حتى وصلوا إلى خمسمائة ألف قطعة من الدهب يعني خمسمائة ألف دينار ذهب وسلم إليه قال له بس عطنا الصندوق وفعلا أخذوا الصندوق وطرشوا إلى القاهرة طلع ابن زوريك طرش إلى الحافظ مستنصر قال له تعال أنا الآن أخذت الصندوق شا سوى أجيب القاهرة قال له ابقى مكانك خليك واقف انت ولي وياك وإجاوا من القاهرة إلى فلسطين لما وصلوا شالوا العماين من على رأسهم واستووا حفات شايف وشالوا الرداء وشدوا وسطهم وأخذوا يشيعون الإمام الحسين يعني مكشوفه الرأس ويمشون حفات على الأرض في هالشامس إلى أن وصلوا الرأس الشريف إلى القاهرة في موقعه وشالوا في شنو هو هذا الصندوق حطوه في نعش كبير إلى أن جاءوا إلى القاهرة فاجتمع أهل القاهرة عليه إلى أن دفن في مقامه الآن اللي يسمى رأس الإمام الحسين أكو بعد شي دول أهل مصر فيهم فاطميين مواليين محبين لأهل البيت ولا زالوا يعني محبين لأهل البيت قاموا يدورون الخيول خيول التي رضت جسد الحسين تعرف العوجية بعد ماكو مجال العوجية هذه خيل أعدت لإقتحام النار لذلك كان ضخم الجثة يدورونهم هالشكل وهدول ما تروح مباشرة وتستجيب لا تروح ما ترجع وكان وزنها ضعف وزن الجياد الطبيعية العادية دولة لما وجهت على جسد الحسين تناثرت تناثر صدر الحسين ولحم صدر الحسين في تلك الحوافر يجوا أهل مصر من يشوفون يعرفون هذه خيل أعوجية يقولون تعال العلها داست صدر الحسين يشيلون هاي الحافر يشيلون هاي الحافر ويعلقون على الأبوال لكن يحيا ما أخدت له أخت وساقوها من بلد إلى بلد ويحيا بعد ما شال وقضيب وخيزران خيزران وكسروا أضراسه أمام الجلاس والنظار يحيا بعد ما أدخلوا أخته وخواته ونساء وأطفال مربطين بالحبال فأول الحبال في عنقي ويدي زين العابدين مغلول إلى عنقه يسألون ادقول سكين فوالله ما رأيت أفض ولا أغلض من يزيد قالوا لها دخلتون على بن زياد وشتمكم وبعد قالت لا لما اندخلنا على يزيد مربطين بالحبال وغلمتهم من بني الزهراء مربطتهم بالحبل بين بني حمالة الحطاب يقولون أنها ماكو إلا المغلول يد زين العابدين إلى عنقه مرورا بالنساء والأطفال آخر الحبال في يد عمتي زينب وكل ما وقفنا اندككنا على بعضنا البعض وصحنا وجده وغربته كأني بزينب تقول ماني معود أو قف بديوان لا كلمت يحسن عدوان صحيحة صحيحة أنا رأسك حين شفته أي ولا رأسك حين شفته تلعب عصيزي دع لشفت عصيحة عن حر ولا بارد زينب قعدة تعاين إلى الأطفال وتعاين إلى النساء وزين العابدين مسج بينه وأيالي واللي يحون علي مصرع الشبان شافت كافلي يم النهر عطشة مفضو خراس مقطع الدرع آيان وحسن انكسر ظهر ولا قدر شال آه وطفل حسين ما وصل سنة عمره وطفل حسين ما وصل سنة عمره آه تمن تلقوم يسقوه له قطره وعلى صدر الأبو شك السهم نحره شال حسين لنا وحالة حاله لما لما نراد يخطب وسطة الحامة حجر صوب جبين وسالة دموم وبس وبس ما شال جاه الشمور داس الصدر بنعاله جاه الشمور داس الصدر بنعاله وبس ما طاح وليلقط انفاسه جاه الشمور يا ويلي وعلى الصدر وقطع رأى صاحة يا عيات صاحة الشام خويا الشام ما ينوصف طاريها يا خويا يقصر لساني عن اهوالي لشفت بيها يا راتم والسد بالأحدي ولا طبعت وعدي أموتاً كان ليحسين وبلحدي تواري وصلناكم يا بو الشيمة ولا جيتوا تنزلون وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب ورأس حسين سمحوا لي تراهم كسر طشت الذهب كسرها يزيد وتنظر عيوه صاحة زيان ابتراني يهلني وماضيكم كفاني أو اله من دهري وزماني سطرني على عيوني وعماني سطرني على عيوني وعماني اشتركوا في القناة